مضخات مياه السقي تتوزع في هذه الأراضي بأعداد كبيرة على خلاف ما كان الوضع عليه سابقاً حيث يحاول الفلاحون سقي مزرعاتهم التي تراجع إنتاجها في السنوات الأخيرة لشحة مياه الأنهر ليضطروا إلى حفر الآبار والتي هي الأخرى ساهمت بقتل المزرعات لملوحتها ربما نشاهد مياه قليل في بعض المبازل إلا أنها غير صالحة للسقي كونها عبارة عن مياه ثقيلة ولا تراعي الجودة المطلوبة لهؤلاء الفلاحين ماكم ماكم مي ماكم ما طول ماكو مي زراعة ماكو ما طول ماكو مي زراعة أبدا يعني نسوي النقلة هساً على ميت متر وشوف أن انت المكان بقينك واللي شوف الآن بعد ما هذا شوفين المكان هذا يعني منها مسافة مئة متر ماكو ماعدنا احنا مي ماعد احنا حافرينها بار بس ملح يعني ما تقول خلي المي بحلقك عندنا حنطة مو اربع ميات انتحصل ثلاث ميات او مين وبعد مي ماكو ينقطع عندنا حتى الحباية مالتها ظل صغير ونعم ضعيفة عندش البزل يبس هذا الرئيس يماكو يبسان ماعدنا و احنا عدنا على مي الوسفية اضاح اللان هو هذا مناك جا ينقطع من الوسفية لا بيار ماكو مالحا ما جا ترد نجاح النابد نجاح ماكو للزراع وزارة الموارد المائية تقول ان حصة العراق المائية لا تلبي الحاجة الفعلية كونه بلد مصابا لا منبع وبذلك فان تجاوز الدول المجاورة على حصته من مياه نهري دجلة والفرات قد اسهمت بتراجع هذا الموارد وعليه جاء مقترح لجنة الزراع النيابية بحفر آبار وفق ضوابط محددة للحفاظ على الانتاج الزراعي المحلي يعني اليوم اذا نتحدث احنا عن الارادات الواردة للعراق في نهري دجلة والفرات انخفضت بحدود 50% عن معدل ايرادات العام الماضي محافظة ديالة راح تكون اكثر المحافظة تضررا بسبب ان ديالة تعتمد حوالي 80% من ايراداته من نهر ديالة وحوالي 20% من نهر دجلة لكن بنفس الوقت ايضا الوزارة كانت عاملة بجده في هذه المحافظة من اجل تخفيف وطأة الشحة بحفر العشرات من الابار للاستفادة من المياه الجوفية عراق الرافدين لم يعد كذلك اليوم فالدجلة والفرات قد حلت لعنة العطش والجفاف عليهما وهما يدفعان فاتورة بناء السدود في دول اخرى جعلت مصير الزراعة في العراق اشبه بالمجهول ندى المرسوم من بغداد التغيير